عايزة اتكلم معك بصراحة اوش تحت عمرك وفرصة وارف يصرح مني لا ده بالعكس وفرصة لا انا اللي هتكلم معك بصراحة عشان هي حاجة قد تبدو فاجأة شوية بس اقولها لك بصراحة وش الوش انا تقريبا كل ما باستضيف حد من النادي الاسماعيلي يقول لي الجملة دي اللي انت اكيد عارفها ما هو فيه وكلاء لعبين هم اللي بيمشوا الاسماعيلي كنا ما بكلمك على مدار السنوات انا 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 هو سبب كل اعزمات الاسماعيلي على مدار السنوات المضايا بصراحة انا مستعد دعم المناظرة مع كلهم كده هتهم رسوم قدامك اه لو واحد منهم عمل واحد على مليار في المليار من خدماتي اللي قدمتها للنادي الاسماعيلي انا هعتزل العمل العام في كرة القدم نهائيا والعمل الاستثماري يعني هقفل شركتي ومش هشتغل في الرياضة انا عندي مشكلة في اسماعيلي انا حياتي في الكرة مرت بثلاث مراحل المرحلة الاولى مرحلة الشغف والحب شاب غلبان من منطقة شعبية سيلف ميدمان عمل نفسه بنفسه الناس فرحانة فيه وانا منطقة الشهد اللي انا منها دي تقريبا هي المسيطرة على المدرد فالناس كانت فرحانة بيا وبنجاحي وان انا بمثلهم كواحد من طبقة متوسطة اهل وناس غلامة بقى كدر لغاية 2011 2012 لما قامت احداث ينايه جي مجلس ادارة الحاجة محمد اول سعود رحمة الله عليه الحاجة محمد ده كان راجل طيب فكان بيدخل كل الناس في الامور يعني ويسأل مشجعينه فتحول بعض الجماهير الى سمصرة لعبين طب انت اشتغل سمصر وامتهن المهنة ما فيه الولد خالد عماد سليمان امتهن المهنة ونحترمه راجل اعلن ذلك احمد سمير امتهن المهنة ونحترمه اعلن ذلك وغيرهم امتهنوا المهنة ونحترمهم لكن ما تقولش انا مشجع وانا سمصار طب انت حقاك سمصار وديت فين دول بقى بدأوا يعملوا صفحات موجهة يلاقوا مين يلاقوا بعض الناس من ضعاف النفوس اللي مش قادرين يحققوا النجاح اللي انت نجحته ده تزامن مع صدامي اللي انت عارفوا انها راجل صريح فكنت كانوا بيجيبوا لعيبة مثلا مش كويسة فكنت بقول لعيبة دي ما تنفعش وكنت يعني لك انت تخيل مثلا اللي كان مسك لجنة التعاقدات مع الحج محنة والسعود اتصل بيا مرة قال لي في اتنين لعيبة في كفر الشيخ لازم تجيبهم محمد زيادة ومحمد مجدي خطاب قلت له لا مش هجيبهم قال لي اهاب جلال بيقول لعيبة جامدة جدة انا بقول لك بالقسامة قلت له مش هجيبهم قال لي تابر ان حاسا يجيبهم قلت له خلي تابر ان حاسا يجيبهم لك انت تخيل ان ابن الحج محمد والسعود حسين وحبيب يعني وقف في الملعب معايا انا وحسن عبد الرب قال لي محمد مجدي خطاب ده زي رضا مرحوم رضا هيقول لك انا هجيب الجم في ديئة 30 وجم اللعيبة ومشوا جابوا لعيبة ما تأيدتش في النادي ميدو مرديش أأيدها ومشوا فانا بطلع اقول الكلام دوت العائل دي عندها صفحات موجهة تزامن باع مع تولي المنصب مراهيم عثمان وتأيدي القتام لي مراهيم عثمان طبعا القفل الحنفية عليهم نابو السعود كان فتاحها دول مع دول عملوا رأي عام ضدي ان انا راجل بجيب لعيبة مش كويسة طب حضرتك يقعد معايا اقول لي مين اللعيبة اللي مش كويسة فيش حد اخر 3 ردفين للنادي الاسماعيل اللي انا جابهم مصطفى كريم محمد فضل جون انتوي احسن 3 لعيبة في النادي الاسماعيل في اخر 3 سنين عبدالرحمن مجدي ومحمد صادق اللي راح برامد انا اللي جايبهم انت معايا محمد فوز الجون انا اللي جايبه بيكان بقى او بقى انت ما قلتش بقى عشان انت راجل لطيف يقولك ايه وسرق النادي ايوة طبعا يعني مش هقوله كده عبدالرحمن مجدنا جايبه بربعمائة الف جنيه فلوس وانا ده فيحها للترسانة مخدتهاش لغاية دلوقتي مخدتهاش ومحمد صادق مدهليش اه انت شارع عبدالرحمن مجدي اه بمليون ونص المحمد صادق مدهلي نص اللي هي مليون جنيه مخدتهش لغاية دلوقتي كويس كده محمد فوزي جايبه من المحلة ب600 الف محمد صادق ب250 الف طريق طاقة الباكليفت مليون ومية وخمسين عقود مين تاني محمد هاشم 300 الف جنيه من نادي الجيش محمد هاشم مانا اللي جايبه قعد تفكر كده الشامي مليون ومية وخمسين من الزمالك انت معي تفكر كده في اللعيبة الكويسة في الإسماعيل هاتلا اللي جايبها مين جبت لعيب اسمه عوضة مارشال الموانس إبراهيم كان فيه لعب في أمبي جاب سبعة جوان في الدول الأولاني وانا كنت شغال وكيل وانا وكيله فالموانس إبراهيم قال لأنا عايزه ماشيته من أمبي ببلاش وجبته الإسماعيل هو راس حربة وجناح لعبوها في لفت وباك لفت فما جابش جوان ماشيته من النادي ببلاش تعال بقى بص اللعيبة الأجارب اللي هوبها اللي جالبوها بقولك 6 مليون 900 ألف دولار منهم فالد 5 مليون قرارات طالع بيقوم قرارات بس هبا كويسين وانا وحش يقوم ربنا سبحانه وتعالى ليه لأنك صافي النية معملتش غير الخير تلف الدائرة والنادي الإسماعيل يحتاج مجلس إدارة وعنده 7 بنت وكلهم يهربوا ويجي محمد شيح أول مطشين في الدائرة 90 مدفوع فيها فلوس هجوم جماعي شتيمة وابني معايا في المدرج كريم قاعد جنبي في المدرج هجوم عليك هجوم بشتيمة النهار ده وانا بمشي كل يقولك لأ ما تمشيش انت راجل ناجح انت راجل عملته وكذا فكل اللي حاولوا يعملوا الفترة اللي فاتت لما انت دخلت والناس شافت كله محي تم محيه خلاص لأنه كله مبني على كذا عقد الرعاية أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي اتعامل عقد بعدما أنا مشيت من الشركة مرتين لم يقاربه من العقد بالمناسبة لما عملنا عادة الجماهيرية مع الناب أحمد دياب والشركة الرعية عقد رعاية يتم مضعفته برضو شيحة موجود تنصيق مع الأستاذ كامل أبو علي والأستاذ محمد مسلح والأستاذ أسامة خليل والمستشار الشافعي صالح واللي هو أبو بكر الحديدي والناب الحسين أبو أمر وياسر بي سالم المجموعة اللي رحنا قعدنا مع معالي الوزير تأسيس شركة بكورة يعني يقصد قولك إيه وبعدين يقولك إيه طب هو مشي بالنادي رايح لاجتماع لي أما الحقيقة اللي هتروح تحضر يعني أنا مش أحضر إنت الحقيقة تروح تحضر يعني حاجات تفهد صحيح لكن في النهاية احنا من سبعة منط أخدنا الإسماعيل البر الأمان وأجبرناك إنت يلي بتختبنا بما ليس فينا إنك تقول علينا إن احنا ناس شطار وناس نكحين